اهلا بحضراتكم من جديد دكتور سعد واستعرض لايحة النظام الاساسي للنادي الاهلي وكيف ان النادي الاهلي فيه هذا القدر العالي من الحوكمة مفيش حاجة بتتعمل لا بقى هو اشخاص ولا بوجهات نظر افراد ولا اي حاجة على الاطلاق كله بدستور النادي وعشان اقول لكم ان النادي الاهلي اصلا لم ينطلق من فراغ ولم يصل الى هذا العمل المؤسسي اللي الدكتور سعد وصفوا بانه يمتلك قوة السقة وسقة القوة اللي نبعى من وعي الجامعية العمومية التاريخي كلام ده مش منفراغ يا جماعي كلام ده لما تبص في تاريخ النادي الاهلي هتلاق ان النادي الاهلي او اول الاندية اللي عرفت النظام المؤسسي في بداية نشأة النادي الاهلي دكتور كانت الاندية تتبع وقتها وزارة المعارف فكان اختيار مجلس الادارة بالاختيار مش بالانتخاب لكن النادي الاهلي اول نادي مع نشأته استحدث فكرة المناصب وتوزيع المهام شوف بقى الفكر الرائد في الجزور اول من الاهلي ام بتعيين محمد افندي شريف سكرتير للنادي اللي هو دلوقتي المدير التنفيذي للنادي شوفوا العمل وده كان بسببه وجود محاضر مجلس ادارة النادي لغاية النهاردة بخط اليد بصوا فكرة رواد الاهلي الاباء المؤسسين للنادي الاهلي ازاي كان عندهم هذا الحرص على قيمة الاهلي وتاريخه فانطلق الاهلي من ارضية صلبة من منشأه اعين محمد افندي شريف سكرتير للنادي وقتها بكام براتب سبعة جنيه وده كان رقم ضخم جدا طبعا بدأ بعدها يحط المناصب الادارية فعين وكيل للنادي بجانب رئيس اللاجنة المؤسسة او مجلس الادارة عين ادريس راغب باشا يوم خمستاشر اربعة الف تسعمية وتسعة سنتين بعد نشأة النادي عين نائب لرئيس النادي وبعد كده الفلوس عشان تتنظم بصوا بقى الفكر يعني حتى الجزور الاستثمارية وتنظيم العمل المالي في النادي الاهلي اول ما نستحدث مهمة امين صندوق للنادي الاهلي كان النادي الاهلي ورشح له محمد دولار بيك في خمسة وعشرين اتنين الف تسعمية وتمانية تقريبا عشر شهور بعد النشأة انتبه لاهمية وجود امين صندوق ينظم العملية المالية في النادي وبعد كده استحدث منصب عضو لللاجنة ورشح طلعت حرب باشا في تسعتاشر تلاتة الف تسعمية وتسعة وعبدالخالق باشا سروت في تلاتاشر ابريل الف تسعمية وعشرة لكن ونحن نتكلم دكتور سعد اشار الى اهمية قناة الاهلي وازاي قناة الاهلي لما النادي توسعت مقراته الادارة التنفيذية حريصة هنا على ان يكون فيه شاشات لقناة الاهلي في كل مقرات النادي عشان يكون عضو النادي اللي موجود في الشيخ زايد واللي موجود في مدينة ناصر وفي الجزيرة على بينه وعلى درايبه كل ما يجري داخل مكاتب عمل النادي الاهلي لا لا ده النادي الاهلي رائد جدا كمان لما تعرفوا حضراتكم أنه إذا كان النادي الأهلي أول نادي في الشرق الأوسط يملك مجلة تتحدث بإسمه وتكون لسان حاله مجلة الأهلي في شكلها الحالي صدرت في مارس 74 بس اتضح أن احنا مع الأباء المؤسسين احنا ولا حاجة ولا حاجة خالص مجلة الأهلي التاريخية اللي قدام حضراتكم ده مخطوط أثري موجود في دار الكتب النادي الأهلي أطلق وأنشأ وأصدر هذه المجلة في 1 نوفمبر 1933 متخيلين في مثل هذه الأيام من سنة كام 1933 الأهلي أصدر هذه المجلة علشان تكون همزة وصل بين أعضاؤه والمدهش جدا يا دكتور أنك تلاقي هؤلاء الأباء المؤسسون ينتبه لفكرة حتى في سبب الإصدار يقولك بعد أن زاد عدد أعضاء النادي كبر النادي الأهلي واتسعت أرجاؤه وتعددت أفرع الرياضة فيه فكان لزاما علينا للوصول إلى هذه القاعدة لنشر الفكر الرياضي ورسالة النادي وتسهيل سبلها إعداد وتأهيل هذه المهام الرياضية فكان من الواجب إصدار مجلة للأهلي في شكل نشر شهرية تحدث هذا التواصل بين أعضاء النادي ومجلس الإدارة ترجمة نانسي قنقر